قال المتحدث باسم المقاومة الوطنية إن النظام الإيراني يغامر بوكلائه في مواجهة مباشرة ليبقي بلاده بعيدة وآمنة خشة تبعات هذه المواجهات أكد العميد دويد في تصريح مقتضب نشره على موقع X بأن النظام الإيراني يدرك تبعات المواجهة المباشرة فيغامر بوكلائه ليبقي إيران بعيدة وآمنة دويد أشار إلى تلقي إيران ضربات منتقات ومهينة من قبل إسرائيل آخرها استهداف مقر القنصرية الإيرانية ومع ذلك كان الرد الإيراني محسوب المخاطر للحفاظ على ماء الوجه حذر المتحدث باسم المقاومة الوطنية العميد صادق دويد ميليشياء الحوثي من استهداف مطار المخاء الدولي وقال بأن أي استهداف للمطار سيواجه برد موجع دويد أضح في تصريح من الصحفي بأن مطار المخاء مدني أنشئ لخدمة المواطنين ولا يستخدم للأغراض العسكرية دعيا من يدعي زورا حرصه على أمن الشعب اليمني أن يتخلص من تابعيته العمياء لنظام الملالي في إشارة إلى ميليشيا الحوثية الإرهابية وشار دويد لاستمرار الميليشيا الحوثية في تحويل اليمن إلى مسرح صراع إقليمي والدولي نتيجة مغامراتها غير محسوبة العواقب وعد العميد دويد مزاعم وجود تنسيق مع أمريكا والكيان الإسرائيلي إحدى الأكاذيب التي اخترعتها ميليشيا الحوثي وصدقتها للتضليل على أتباعها